السؤال الرابع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي التي هاجرن معك وامرأة إن وهبت التي هاجرن معك وامرأة إن وهبت وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك إن تقرأ عين ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك إن تقرأ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواجهن ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا حسنًا حسنًا حسنًا